خلينا برضو نطلع نشوف ماذا قال الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ماذا قال لأنه تحية أستاذ خالد الدرندلي هو اللي بيدفع اللي هو اللي بيمضي على الشيكات لأنه هو أمين صندوق للنادي الأهلي وبالتالي خلينا نشوف ماذا قال الأستاذ خالد الدرندلي عن هذا الموضوع ونرجع نكمل بقية هذه الحلقة هو مش إنجاز هو حلم هو حلم من 20 سنة وإحنا بنحلم بهذا الحدث لأن دي مشكلة إحنا خلاص الحمد لله أنهناها النهاردة مشكلة سيولة مرورية للمنطقة قبل ما تكون باركينج للأعضاء الأعضاء طول عمرهم إحنا وعدينهم بهذا الإنجاز ولكن طبعاً الحدث الأكبر ده جي بمرور السيد الرئيس من قدام النادي ولفت النظر إن إزاي هنا مفيش باركينج فقال له ده النادي أهلي فعلاً مقدم وجه بالاتخاذ اللازم بسرعة التنفيذ فدي طبعاً كانت أكبر حاجة ساعدتنا إن إحنا نحقق هذا الحلم والأعضاء النهاردة إن شاء الله بنوعدهم إن إحنا فيه يعني سواء إحنا موجودين أو المجلس الجديد حيبقى فيه تكملة للجراج بدور تاني هيدروليك هو الساعة دلوقتي 750 عربية حتى تضاعف وبإذن الله كده مزيد من الإنجازات إن شاء الله عشان نقول إن إحنا أوفينا بما وعدنا به إن شاء الله كده على آخر الدورة بتاعتنا نكون أنجزنا بالكامل إلا ما يكون حضنة الأطفال زي ما قال الكابتل الخطيب لزروف الكورونا وهي الأعاقد تنفذها إنما كل اللي إحنا وعدنا بيتنفذ التطوير في ثلاث فروق الافتتاح إن شاء الله الفرع الرابع التجمع شركة الأهلي للكرة القادمة شركة أهلي المنشآت الرياضية شركة أهلي الخدمات الكادبيات بتتفتح في كل الحياة جمهورية بتتفتح أكاديميات خارج منصف زي ما قلنا بالزبط فإن شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونستمر على هذا الإنجاز لآخر يوم واللي إحنا زي ما قول اللي إحنا بنيه وعدين بنوفي بيها الحقيقة وإنت قاعد بتتفرج كده شايف ناس رايحة تتصور مع شكل المؤتمر دي حاجة جميلة جداً ليه؟ لأنه شكل مؤتمر اللوحة اللي محتوطة الشاشة الكبيرة اللي محتوطة اللي مكتوب عليها فالناس بتبقى حابة تتصور مع أي حاجة كويسة ومحترمة مش بتبقى يعني الحاجات دي تتدرس يعني البروتوكولات دي تتدرس بالمناسبة لأنه في النهاية مش أي حد بيعرف يعمل مؤتمر صحفي مش أي حد يعرف يعمل افتتاح زي ده لأنه هي حاجات زي ما قلت لحضراتكم هي حاجات بتدرس علشان نقدر نوصل لهذا الشكل عندنا اللي هي مجموعة كبيرة جداً من القائمين على عمل المؤتمرات الصحفية درسين إزاي يعملوا مؤتمر صحفي درسين إزاي يتكلموا درسين إزاي يعملوا كل ده بيبقى في إطار وخط دائماً النادي الأهلي وفي إطار دايماً الدفع بالمواهب الجديدة في كل المجالات مش في كرة القدم بس أو مش في الرياضة بس لا في الإدارة وهنا 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 الحقيقة نادي الأهلي ودوره المجتمع اللي دايماً بنشوفه خلال الفترة السابقة